بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم متتبعي الكرام في قناة ساميرا كويزين اليوم كانت قسم معكم ان شاء الله حيلة موفرة في التدبير المنزلي وكذلك استعمالات اخرى يعني استعمالين ونتمنى ان شاء الله تكتشفهم من خلال متابعة الفيديو للاخر بالنسبة للناس الجدد لأول مرة كيشوفوا القناة ما تنساوش تدعمونا باللايك وكذلك بالاشتراك من اجل المزيد من العطاء على بركة الله سنبدأوا الموضوع في الاول على التوفير بالنسبة للتوفير فهو مبدأ اذا كان حاضر عند الناس في اي حاجة في المصاريف كانت كبيرة او صغيرة فهذا المبدأ تيتطبق على كل المنتجات اللي نحب نوفروا فيها نتمنى ان شاء الله هاد الفكرة هدي لي فت صراحة الشرط اللي ها في فيديو سابق متع مستلزمات الحلويات كان اخد صراحة علبة صغيرة ديال 7 جرام يعني عشرة بخمسة درهم فكتتلي بسرعة وكنت برزدوجي بالخميرة كل مرة بخميرة فصراحة نلقيت هادي كيستخدمها خاصة لمحترفات نتاع الحلوة اللي كيصوبها للناس فصراحة كتجيهم اقتصادية وما كيدخلوهاش أساسا في التكاليف نتاع الحلوة يعني حتى احنا في البيوت ديالنا نقدرون نستخدمها ففيها تاريخ ديال الصلاحية يعني باين في العلبة فانا اخديت كيلو 900 جرام تقريبا كيلو قل 100 جرام فانا كنا اخذوه هادي تاني مرة كنتستعمل هاد القادية هادي وقيتها موفرة وحتى هذا كتبرزد ديال كل مرة جيبو الخميرة جيبو الخميرة كنت هنا ومنه كتكون موجودة في الدار كتعرفو كنتستخدموها في الكيك اليومي في الحرشة مالح والحلوف في المسمن في بزاف ديال الأشياء بعض الأنواع نتعجين وظفة الخميرة شي حاجة أساسية في الكوزينة فانا اخديت العلبة صراحة خدمتها واحد المرة في الكيك ودابا غادي نكمل معاكم أخواتي غايا خديت البلاستيك الي كيتواجد بأحجام مختلفة في الأسواق وغادي نعمل كمية مناسبة في الاستهلاك في الأسبوع أو الأسبوعين سوف نعملها باش تكون هكا قريبا ليه ويكون لك الاستعمال متسلسل يعني نقل ناخد بميكة بميكة لكملات ونحيد ونعود نجبدو أخرى حتى تقادي وهكذا دوالك حتى نسالي الكمية اللي شريت فهذه 900 جرام كتدير 20 درهم أو 21 درهم بالضبط يعني ثمان موفر بالنسبة لليش أصيلك يكونوا 7 جرام دير الألزة صراحة ما لقيتش هاد الكبير هادي في ألزة يعني الماركة دير الألزة لقيت فقط هادي ايديال وبنسبة كنت نشري ألزة 5 درهم 10 ديال ليش أصي ديال 7 جرام فقارنوا بنفسكم 70 جرام 900 جرام بحادي أخذينها 4 ديال المرات وغادي تبقى للينا ودة طويلة يعني موفرة في الوقت وكذلك حتى في بنسبة الزيت متاع كل مرة مشي ونشري والخميرة فأنا كيف قلت لكم هاكا استهلاك ديالنا أسرة صغيرة غادي ندير غيم جوج معالق كيف قلت لكم أخواتي فين ما حضر هادي المبدأ ديال التوفير في أي مصاريف سوى كبيرة سوى صغيرة فاحنا كن نحسوا بالنتيجة ديال التوفير في الميزانية ديال المصروف نتمنى ان شاء الله تستفيدوا حتى انتم من هادي 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 نستمر على هادي الشكل هادا حتى نكمل كمية كاملة نعملها في البلاستيكات وكيتشوفوا فا غادي نحتفض بالعلواء العلبة كعفوا باش نبقى عقل على لادات باش يلا تبيري متاكيا كنكون عارفة وكنحبس الاستهلاك ديالها فانا صراحة نبقى ليا واحدة الميكا اولا جوج من العلبة اللي فتت شريت شحال هادي يعني دوزت لي تقريبا 8 شهور اولا 7 شهور في حلقة ديال ما بقتش عقلها صراحة فانا صراحة تنهتم غيب بالتاريخ ديال نهايات الصلاحية فما كتبتش اقتاش خديتها باش نشوف شحال دوزت لي بالضبط المهم بضعة اشهور يعني لا بأس بها وللعلم فانا كنحاول نقص من استهلاك نتاع الخمير هذه الحلوة في الوصفة الى كانت ممكن نقصك فانا كننقص وانا غادي نخلي علب ميكا اللي غادي نستخدمها ولكن غادي ندير هادا بم شغول مع تصوير من بعدا نحطها قريبة حدايا في الكوزينة باش مني نبغي نستخدمها لقاها قريبة ليا ونحتفظ بالعلبة كيف قلت لكم لانا فيها التاريخ ديال الصلاحية نتمنى ان شاء الله تستفدوا من هادي والله لا موفرة فجاب سبعين جرام مضربة فربعة لتعميات جرام فصراحة موفرة واخواتي هادي بقاتلية منها واحد الكيمياء ولكن ما تخافوش ما غاديش للوحة كتشوفوا الفين وسبعتاش يعني واحدة عشرين في شهر تناشف الفين وسبعتاش مات في اللخر ديال هادا السنة اللي فاتت فانا غادي ناخدها اكيد ما غاديش نباقي حاضر معانا المبدأ ديال التوفير فغادي تشوفوا فالبرارد غالبا ما كيمحنونا وخاصصا فاديش تهادا كان يعني ما تيخواش البرارد ديالاتاي في جميع البيوت المغربية فاحنا كان شربوه اتي بزاف وكي يوصخها كده كي يضبغ في البرارد فابلا ما تاخدي سيداتي جافيل اللي كي بقها الرحة ديالتو مزعجة ونبقونا يعني نغسله بالماس سخون ونطبخونا عودو فاحنا كان ناخدوه واحد الكيمياء ديالت الخمار هذه الحلوه هادي اللي بيريمي يعني موتهيات الصلاحية وغادي نستخدمها استخدام مفيد في التنظيف يعني هاد الحلوه هادي زوينه وصراحه ما كده وقافيها لريحة ديالتو تشي حاجة يعني ما عنداش هي اصلا الريحة الخميرة فغادي ناخد سواء ماء سخون باش نكسبو الوقت او لما برد نادرت ما برد وغادي نوضعها على النار تغلى وتعاود باش يتنظف بسرعة هاد البريق فبعدما هاو كتشوفو اخواتي بعدما غلى وعاود فانا نخليه واحد الشي شوية باش هاكده يتلق الحمور يتحيد نتاع اتي وانا نبغين اخوي غادي نصبو بحالك اخوي اتي باش يتنقى داك اللي كنصبو منو اتي العنبوب بالدارجة المغربية كنتمنى ان شاء الله تكل لغة واضحة فمن بعد ما غادي نصبو هادك الماء اللي فيها الخميرة هو سخون باش يتنظف لنا داك العنبوب بتاع البراد غادي ناخد هاكده يا بونجا فيها واحد جهة حرشة كي تشوفو ندير فيها شوية ديال السائل ديال تنظيف الاواني وغادي نبدا على بركة الله نبدا نحك برا يعني مفيش مفيش هكي ترصوبة نتاع اتي وغادي نحك كذلك من جهة العنبوب بواحد شوية فهو بسهولة غادي تنظف وانا من الناس اللي تنبغي نشمر عليدي قاعد نشقعه فانا كانت صارة صمعت صوير وغادي نبدا على بركة الله بالاجزاء اللي فيها شي شوية وعادا ندخل الدخل انه حمر بزاف يعني دا بغفئتي ساكت مجدد من الجوانب وانا حكيته مزيان وحكيته كذلك من جميع الجوانب وغادي نمشي نشللو نرجع معاكم اخواتي دابا بعد ما شللنا البرد نتاعنا مزيان بالماء فكتشوفو فهي النتيجة واضحة في الكاميرا وكأنه يلا شرينه جديد وحتى العنبوب مع الضل المبانش فالعنبوب كذلك حتى وولا نضيف نضيف مزيان مزيان نتمنى تكون واضح في الكاميرا فكتشوفو اخواتي حتى يدت بيريمات الخميرة ما تترميوهاش فهي عندها استخدامات زوانا وكتبقاها كالبرد نضيف شللوه مما سخون وهوايا موجود معانا ما تنسوناش من لايكات اذا عجبتكم هاد لسيوس هادي اخواتي لسيوس ثانية او للجزء الثالث نتاع الفيديو عندنا هادي فالتجميل قد نستخدم كذلك الخميرة من العلبة اللي كان ناكد ونعود لبيريمي وممكن اذا ما كانش عندكم بيريميت سخدموا كذلك اللي جديدة علاش الله المهم نستفدو منها احسن استغلال ناخد واحد الجزء في طبصيل وحالها هكذا وهدي ناخد حامضة نقسمها على جوج يعني اسهل مقشر ممكن نديره بلاعقز يمكن تحتاجوش عناصر نخلطوها مثلا ملح والزيت والزيتون او لسانيدة فهدو سهلين ونضف يعني تيخليو يدينا نقيا وغادي ناخد بحالة كدايا نبدا نغمس ديك الحامضة يعني نوضعها في الخميرة ديك الحلوة وننفرك بها الاجزاء اللي كيكونوا ثمرين عندنا في البشرة دي اليد اكتر ايها في البلاصة اللي فين كيتحركوا الاصابع يعني المفصلة على العظام ونحاول نفرك بشكل دائري مزيان 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 ونضغط على ديك الاماكل اللي كيكون فيها اسميرار وصراحة جت فقتها من بعد ما نضفت البرد فانا يديش شوية مع هاد البرد كي يتمشقو فالسق لي يادك الحمورية ديالت الاتاي في التنظيف فاجت فقت هاد التقشير ديال يدين ساهل صراحة وكان ممكن استخدموا هاد المقشر حتى في المنطقة ديالها الكوع ديال يدين والركابي والاقدام رجلين ديالنا حتى هوا ما ممكن نعملوا لهم هاد المقشر فهو مفيد صراحة كي يحيد الاسميرار وتين الضفل البشرة يعني مقشر مزيان وسهل ونستمر على هاد الشكل هاد حتى نفرك يديهم مزيان مزيان باش يدخل لي هوا ما داك الحامض وكذلك تتفاعل مع ها الخميرة ويقوموا لنا بالتنظيف والتقشير غادي نستمر بحلاك دا يا اخواتي فانا غادي نكمل تدابة غادي نمشي نغسلي دا ونرجع معاكم اخواتي كملت كمية كله هي اللي عندي فالصحن ونمشي نشي لليدي ونرجع معاكم بعد ما غسلت ايديه فصراحة كي يبال ليه بالعين مجرد ممكن واضح لكم في الكاميرا ما عرفتش فهذا بغادي ندوزل الترطيب صراحة سهل هاد المقشر نتمنى ان شاء الله تجربوه قدي نال اعجابكم صراحة الفرق واضح وهكذا اخواتي نكون وصلنا لنهاية ديالفيديو ديالنا نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم وشكرا شكرا جزيلا على حسن تتبعكم وكنتمنى لكم في النهاية دوام الصحة والسلامة والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله في حفظ الرحمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة